بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم جميعا نتناول في هذا الفيديو شرح النص المعلوماتي بعنوان معا من أجل عالمنا معا من أجل عالمنا في هذا الدرس نتكلم عن المحافظة على البيئة وغير ذلك من الموضوعات نتناولها بالتفصيل في هذا الفيديو هذا فيديو الشرح ثم بعد ذلك في الفيديو القادم نقوم بحل التدريبات والأسئلة الشاملة على هذا الدرس من كتاب الأضواء أيضا هيا بنا نبدأ هذا الدرس شروح مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي كما أنبه دائما تجدون قائمة تشغيل خاصة بالصف الخامس دروس الصف الخامس ادخل عليها تجد جميع الدروس مرتبة ومنظمة في هذه القائمة هيا بنا نبدأ ولكن قبل البداية لا تنسى الاشتراك في القناة كذلك الإعجاب والمشاركة الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الآخرين حتى يستفيدون منه أيضا أولا فكر ضع علامة صح تحت الصورة التي تعبر عن المحافظة على البيئة طبعا يعني كما نرى هذه الصورة هي بالطبع هي طبعا نفس الخلفية أو في نفس المكان أو نفس الطريق ولكن الفرق طبعا شاسع هنا يعني يسكون الزرع يساعدون في إنبات الزروع وهكذا ومرعاعته إبايزا محافظة على البيئة أما هنا العكس تماما يخربون ويدمرون البيئة كما نرى طبعا هذه المقدمة لكي نتعرف على أن هذا الدرس يتكلم عن المحافظة على البيئة هيا بنا نبدأ مع الجزء الأول هذا الذي يتكلم على المستقبل الأفضل الذي نسعى إليه على الرغم من التطور والتقدم الهائل الذي يعيشه العالم بالرغم من التطور والتقدم الهائل اللي احنا عايشين فيه طبعا كلمة الهائل مرد بها العظيم تقدم عظيم أو التقدم الكبير الذي يعيشه العالم بالرغم من ذلك بالرغم من هذا التطور والتقدم ما زال يواجه العالم يواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية بإذن يواجه بمعنى يقابل هذا العالم الذي نعيش فيه يقابل العديد من التحديات التحديات بمعنى الصعوبات سواء على المستوى الداخلي أو الخارج سواء كانت سياسية أو أمنية يعني هذه التحديات سياسية أو أمنية أو اقتصادية وغيرها وقد وضعت منظمة الأمم المتحدة وضعت ماذا سوف نعرف ولكن ما هي هذه المنظمة؟ هي منظمة دولية على مستوى الدول على مستوى العالم هي منظمة دولية ومصر أحد أعضائها إذن مصر هي عضو في منظمة الأمم المتحدة طيب هذه المنظمة ماذا وضعت؟ وضعت خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع أكثر استدامة يعني أكثر استمرارية أكثر استمرارية طبعا كلمة استدامة مستدامة يعني معنى مستمرة دامة بمعنى استمرّة وهكذا طيب إذن هذه المنظمة منظمة الأمم المتحدة وضعت خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة يكون المستقبل مستمر وأفضل للجميع فقد وضعت سبعتا هي بقى الخطة الخطة دي عبارة عن سبعة عشر هدفا سبعتاشر هدف هي أهداف التنمية المستدامة الأهداف دي اسمها هاكد الأصف بسبعتاشر هدف هي أهداف التنمية المستدامة المستدامة طبعا سبعتاشر عدد كبير مش هنفع أن احنا يعني نتناولهم جميعا في هذا الدرس المختصر نتناول بعض هذه الأهداف كما نرى في هذه الصورة سبعتاشر هدف واحد اتنين تلاتة وهكذا لحد إيه سبعتاشر هذه هي أهداف التنمية المستدامة وضعتها منظمة الأمم المتحدة من أجل مستقبل إيه أفضل طيب وضعت سبعة عشر هدفا للتصدي أو للمواجهة التصدي بمعنى المواجهة نواجه ونتصدى للتحديات العالمية التي نواجهها تقد تكلمنا عن التحديات أنها داخلية وخارجية سواء كانت تحديات سياسية أو أمنية أو اقتصادية إزاي نواجه التحديات؟ من خلال تحقيق السبعتاشر هدف دول نسعى جميعا نحن نحققهم كل واحد يسعى لتحقيقها من أجل الحفاظ على البيئة وفضلا عن ترابط الأهداف وللتأكد من ألا يتخلف أحد عن الراكب فمن المهم تحقيق كل هدف بكل هدف بحلول عام 2030 بحلول سنة 2030 تكون تحقكت الأهداف إذن فضلا عن ترابط هذه الأهداف طبعا الأهداف مترابطة ببعض كلها متصلة ببعض يعني وللتأكد من ألا يتخلف أحد عن الراكب يتخلف بمعنى يتأخر يتخلف بمعنى يتأخر يتأخر أحد عن الركب الركب اللي هي الجماعة الركب كلمة الركب معنى الجماعة لكن المقصود هنا التطور العالمي التطور العالم أو المقصود المسيرة الدولية بإذن محدش يتخلف عن المسيرة الدولية أو تقدم العالم والتطور العالم من المهم تحقيق كل هذه الأهداف بحلول أو بقدوم كلمة حلول بمعنى قدوم عام 2030 إذن ما اسم المنظمة الذي تعمل على مواجهة التحديات العالمية هي منظمة الأمم المتحدة وفيما يلي سنتناول بعض طبعا ليس كل الأهداف بعض أهداف التنمية المستدامة الهدف الثاني هنا كما نرى في الصورة هو القضاء التام على الجوع هذه هي الصورة التي بالأعلى في الهدف الثاني في الهدف الثاني في أهداف التنمية المستدامة هو القضاء التام على الجوع ده هدف من الأهداف المفروض نحن نحققه بحلول عام 2030 طيب مع وجود فيه بقى شوية شرح كده بسيط ولكن طبعا فيه تفاصيل كثيرة لممكنك الرجوع إليها عبره يعني الكتب والإنترنت مع وجود أكثر من ربع مليار شخص ربع مليار شخص مالهم دول يحتمل أن يكونوا على حافة حافة تنطق هكذا حافة بمعنى إيه طرف خلاص حافة حافة طبعا بمعنى إيه طرف يحتمل أن يكونوا على حافة الوقوع في مجاعة الربع مليار دول في العالم معرضين لإيه أنهما يقعوا في مجاعة مجاعة عدم وجود الطعام والشراب يتعين اتخاذ يجب علينا اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير الغذاء لتوفير الغذاء لهؤلاء والإغاثة الإنسانية للمناطق الأكثر عرضة للخطر بإذن علينا نتخذ إجراءات وطبعا اتخاذ بمعنى اعتماد أو تقرير لس إجراءات سريعة لتوفير الغذاء والإغاثة الإغاثة بمعنى المساعدة العاجلة والإعانة للمناطق هذه الأكثر عرضة لماذا؟ للخطر وفي الوقت ذاته هناك حاجة لتغيير عميق تغيير عميق يعني تغيير جذري من الجذور لنظام الغذاء والزراعة العالمي محتاجين نغير أصلا نظام الغذاء والزراعة اللي هو الحالي إذن نصيحة لكي من أجل هذه لكي نحقق هذا الهدف لقضاء التام على الجوع تجنب رمي الطعام تجنب ابتعد عن تجنب عن رمي الطعام يتم تبذير تبذير بمعنى الإسراف يتم تبذير أكثر من ثلث الطعام في العالم أكثر من ثلث المتخيل عدد كبير جدا أكثر من ثلث الطعام يتم تبذير يبقى إذن في إسراف في الطعام في أكلنا وفي شربنا إذن أوعى ترمي الطعام في الوقت اللي أنت بترمي في الطعام في ناس تانين في ربع مليار شخص مش لقين الأكل يبقى إذن درس مهم جدا يريد كل واحد عن مستوى الشخص يبدأ يحقق الكلام ده ما عدد الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا على حافة الوقوع في مجاعة يعني على الطرف يعني خلاص على الطرف خلاص في الطرف يعني خلاص هيعفي زي واحد كده في حفرة كده وهو أي على الطرف هيعفي يقتربون من المجاعة ربع مليار شخص ومن أهداف التنمية المستدامة الهدف السادس منها المياه النظيفة والنظافة الصحية المياه تكون نظيفة وأيضا حفاظ على النظافة الصحية في حين أنه تم إحراز كلمة إحراز بمعنى تحقيق أو نيل أو حصول كل هذه معاني بإذن في حين أنه تم تحقيق تقدم كبير في زيادة فرص الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي والصرف الصحي اللي هي مياه المجاري بتاعة الحمامات فلا يزالوا بالرغم من ذلك أن إحنا تقدمنا يعني كثيرا في هذا المجال فلا يزال بلايين طبعا بلايين جمع والمفرد بليون اللي هو أكثر من مليون فلا يزالوا بلايين الناس ومعظمهم بالمناطق الريفية تحديدا ما لهم بقى البلايين دول مش ملايين أكثر يفتقرون إلى يعني يحتاجون هذه الخدمات الأساسية اللي هي مش عارفين يحصلوا على مياه الشرب النظيفة ومش عارفين يعيشوا في صرف صحي مش عندهم صرف صحي يعني آمن أو مش عندهم أصلا صرف صحي عالميا على مستوى العالم يعني مشكلة دي على مستوى العالم مش تظن مثلا الريف هنا في مصر لا الريف ده في كل مكان نجد أن واحدا واحد من كل ثلاثة أشخاص لا يحصل على مياه الشرب المأمونة اللي هي النظيفة النقية واحد من ثلاثة أيضا عدد كبير زي ما قلنا هنا أكثر من سلسة الطعام يبذر ويصرف خلاص يصرف إيه فيه بيكون في إصراف هنا أيضا واحد من كل ثلاثة أشخاص لا يحصل على مياه الشرب النظيفة أمر يعني خطير جدا إذن ما الذي يجب علينا من أجل تحقيق هذا الهدف السادس تجنب يعني ابتعد عن تجنب هدر المياه تجنب هدر المياه هدر بمعنى تضيع الهدر بمعنى تضيع أو الإضاعة خلاص ما تهدرش في المياه نضرة المياه تؤثر على أكثر من 40% من سكان العالم 40% من سكان العالم عدد كبير جدا المتخال يعني يقتربون من نصف سوك العالم لديهم نضرة في المياه نضرة بمعنى قلة نضرة بمعنى قلة إذن ناس كتير مش لقين المية اللي انت بتهدر فيها وبتسرف فيها وبتفتح الحنفية الآخر وبنرش بالخراطين في الشوارع وكل هذه الأمور خطأ طبعا ناس كتير مش لقين المية ما المناطق الأكثر افتقارة للخدمات الأساسية طبعا كما كنا في المناطق الريفية ننتقل إلى الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة وهو طاقة نظيفة وبأسعار معقولة حكتين يعني مرتبطين ببعض الطاقة النظيفة أحرز العالم أيضا وحققا كلمة أحرزا كناها قبل ذلك لس أحرزا بمعنى حققا العالم التحقيق والنيل والحصول على أحرز العالم التقدم نحو الهدف السابع هذا مع وجود علامات مشجعة على أن الطاقة أصبحت أكثر استدامة مستدامة متوفرة وتوافرا على نطاق واسع على نطاق منتشر بدأ تسريع الوصول إلى الكهرباء اللي بيسأل بقى إيه فجأت الطاقة ديت اللي احنا نتكلم يعني أول شيء بنستخدمها طبعا في الكهرباء بدأ تسريع الوصول إلى الكهرباء في الدول الفقيرة حتى الدول الفقيرة بدأوا بدأ يوصلها إلى الكهرباء وتستمر أو وصلها يعني بفعل وتستمر كفاءة الطاقة في التحسن إيه بقى الهدف ده كويس إن إحنا يعني فيه علامات إيه مشجعة فقط استخدم النصيحة من أجل تحقيق الهدف أيضا بحلول عام 2030 فقط استخدم الأجهزة والمصابيح الموفرة للطاقة آه حتى فيه اللمبات بقى الموفرة وهكذا إيه بقى استخدم الأجهزة والمصابيح كل الأجهزة بقى سواء تلاجات والحاجات دي كلها هات الجهاز اللي هو بيكون موفر للطاقة فقط استخدم الأجهزة والمصابيح الموفرة للطاقة ذات الكفاءة الإيه العالية لأن طبعا المصابيح أو الأجهزة دي لو كفاءتها مش عالية بيكون فيه إهضار في الإيه في الكهرباء وبتستهلك يعني كمية كبيرة من الطاقة كيف نعمل على ترشيد استخدام الطاقة من خلال كما قلنا استخدام الأجهزة والمصابيح الموفرة لإيه للطاقة ذات الكفاءة العالية ننتقل إلى الهدف الثالث عشر الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة هو العمل المناخي يؤثر تغير المناخ تغير المناخ يؤثر على جميع الدول في القارات كلها شفت التأكيدات جميع وكل عشان يقولك إنه مش بيأثر على دولة دون دولة لا تغير المناخ هيأثر على الجميع إنه يعطل الاقتصادات الوطنية يعطل الاقتصادات جمع الاقتصاد طبعا الوطنية أي اقتصاد في العالم بيتأخر بسبب تغير المناخ ويؤثر على الحياة يبقى مش الاقتصاد فقط الحياة كلها فتتغير بالتالي إذا تغيرت الاقتصادات إذا تغيرت الحياة فتتغير أنماط الطقس أنماط هنا بمعنى حالات المراد إيه حالات الطقس وترتفع مستويات سطح ترتفع مستويات سطح البحر المية بتعلق وبترتفع فبالتالي بتحدث فيضانات وهجأ في بلاد وناس بتتموت وبلاد بتتضمر ترتفع مستويات سطح البحر وتصبح الأحداث الجوية أكثر حدة أكثر شدة زي ما بيحصل حاليا وكما نرى يعني من حولنا إذن ما الحل؟ ثقف غيرك بشأن تغير المناخ المناخ لازم تنتشر هذه الثقافة الثقافة الخاصة بتغير المناخ وإزاي نحافظ عليه؟ طبعا ده باختصار شديد إنما في تفاصيل في الموضع دي كيف يؤثر تغير المناخ على جميع الدول في القارات كلها؟ كما كنا يعطى الاقتصادات الوطنية يؤثر على الحياة بالتالي تتغير ألمات الطقس وترتفع مستويات سطح البحر تصبح الأحداث الجوية أحداث حدة أكثر أحدة وأكثر أحدة كل هذه التأثيرات ننتقل سريعا إلى الهدف الرابع عشر الحياة تحت الماء طبعا الأهدف دي شاملة يعني لنواحي الحياة الحياة تحت الماء يجب أن يظل إنقاذ محيطاتنا أولوية هو الأهم إنقاذ المحيطات بتاعتنا المحيط البحار بتاعتنا فالتنوع البيولوجي البحري البيولوجي البحري يعني المقصود بتنوع الكائنات الحية التنوع دو ملوى أمر بالغ الأهمية مهم جدا لصحة الناس وصحة كوكبنا مهم جدا إن التنوع الكائنات الحية في البحر يكون طبعا يعني مهم جدا يكون أفضل حال ليه؟ لأن ده طبعا مرتبط بينا لذلك أو لذا يتعين يعني يجب علينا إدارة المناطق البحرية المحمية بشكل فعال بشكل إيه؟ فعال وتزويدها بالموارد الكافية وكذلك وضع اللوائح اللازمة للقوانين للحد من الصيد الجائر وأيضا من التلوث البحري أده أهم ما حكتينهم خلاص؟ الحد من تقليل من يبقى الصيد الجائر الصيد طبعا الجائر اللي هو كلمة الجائر معناها الظالم كلمة الجائر معناها الظالم بس المقصود به هنا الكثير المجاوز للحد الكثير المجاوز لإيه الحد؟ الأكيد طبعا مش معناها يعني الظالم اللي هو الظلم يعني لا هو اللي هو تعدى الحدود يعني اللي هو بكسرة طيب والتلوث البحري أيضا هذا من الأشياء التي يجب أن نتجنبها لذلك تجنب استخدام الأكياس البلاستيكية أكتر حاجة بالضر بالبيئة البحرية والبحار والمياه الأكياس البلاستيكية تناولناها في درس سابق قبل ذلك في الحفاظ على البيئة طيب إذن تجنب استخدام الأكياس البلاستيكية على قلل منها على قدر يعني الإمكان حفاظا على سلامة المحيطات ونظافتها أكياس البحرية بتنزل وتأكلها الأسماك وبالتالي مضرة جدا يعني التحلل بتاعها بيكون صعب فإذن أمر مضر بالبيئة ولنا لماذا يجب أن نتجنب استخدام الأكياس البلاستيكية حفاظا على سلامة المحيطات ونظافتها وبالتالي طبعا للحفاظ على صحة الناس وصحة كوكبنا ننتقل إلى الهدف الأخير معنا في هذا الدرس الهدف الخامس عشر الحياة في البر هنا تناولنا الحياة تحت الماء طيب الحياة في البر يشكل طبعا البر عكس البحر يشكل التصحر وإزالة الغابات بسبب الأنشطة البشرية وتغير المناخ تحديات كبيرة وصعوبات كبيرة للتنمية المستدامة الأمر ده عكس التنمية اللي احنا بنهدف إليها طيب يعني التصحر التصحر طبعا جاي من كلمة صحراء صحراء يبقى إذا التصحر هو تحول الأراضي الزراعية إلى صحراوية للأسف فطبعا ده أمر خاطئ احنا مفروب نحول الصحراء لأراضي الزراعية يبقى إذا يشكل التصحر وإزالة الغابات أيضا هي الغابات مهمة آه طبعا الغابات مهمة جدا للبيئة إن احنا بقى نزيل الغابات فده أمر طبعا يعني في غاية الخطورة تحدي كبير ضد التنمية المستدامة طبعا يشكل التصحر وإزالة الغابات بسبب الأنشطة البشرية وتغير المناخ إذا السبب في التصحر وإزالة الغابات حكتين الأنشطة البشرية إحنا البشر بتسببون في ذلك وكذلك تغيرات المناخية التي تكلمنا عنها في الهدف رقم 13 العمل المناخي أو التغير المناخي بيأثر على التصحر وإزالة الغابات أيضا بتحصل حرائك وهكذا فبالتالي الغابات بتقل الغابات طبعا دي رئة العالم رئة الأرض اللي بتنفس من خلالها إذا مهمة جدا لنا وقد أثر ذلك على حياة وسبل عيش الملايين من الناس أثر علينا طبعا في العالم وطبعا سبل جمعي سبيل إن الغابات ذات أهمية أعيز أقول لك الغابات هي بقى إن الغابات ذات أهمية حيوية أهمية ضرورية حيوية بمعنى ضرورية للحفاظ على الحياة على الأرض وتلعب بمعنى هنا يعني تؤدي دورا رئيسا دورا أساسيا في مكافحة ومواجهة تغير المناخ من العوامل أو الأسباب اللي تخرينا أن نحن نقدر نواجه تغير المناخ هي طبعا وجود الغابات إنما إزالت الغابات ده طبعا العكس تماما إذن عليك بهذا الأمر ازرع شجرة الله ازرع شجرة للإسهام في حماية البيئة خلي بالك إذن أوعد تزيل شجرة خلاص لا بعكس إحنا عايزين نعمل إزرع شجرة كما ترى في هذه الصورة وشوف الطيور والبيئة الجميلة طيب تطور كده انتهت الأهداف ولكن انتهت الأهداف في هذا الدرس ولكن ختاما تطور العالم على مر السنين وزادت معه التحديات كلما زاد التطور وزاد التقدم تزيد معه التحديات والصعوبات لذا علينا أن نقف جنبا إلى جنب نتعاون معا للنهوض بعالمنا والتصدي ومواجهة العقبات والصعوبات معا نحو عالم أفضل وهذا هو يعني قريب من عنوان الدرس معا من أجل عالمنا أو يمكن أن نقول معا نحو عالم أفضل إذن كيف تسهم وتشارك في مواجهة التحديات بالعالم كما فهمت من الفكرة إزاي نشارك في مواجهة التحديات كما كنا نقف جنبا إلى جنب للنهوض بعالمنا والتصدي للعقبات تعالوا بنا سريعا إلى معاني المفردات كاملة وبعد ذلك ملخص للدرس قبل أن نواصل أذكرك مرة أخرى بالإعجاب والمشاركة اعمل إعجاب حالا وإعمل مشاركة للفيديو لا تبخل علينا بذلك يعني أرى الكثير من الناس يعني يدخلون على الفيديوهات ويشاهدونها كاملة ويعني يبخلون بالإعجاب والمشاركة هذا الأمر يؤثر تأثيرا سلبيا على القناة للأسف ويعني يجعلنا لا نكمل ولا نواصل يعني تقديم المزيد من الشروحات والحل التدريبات لذلك لا تبخل علينا في كل الفيديو تشاهدوا بالإعجاب والمشاركة فقط لا تبخل علينا بذلك يعني هذا يشجعنا في الاستمرار وتقديم المزيد بإذن الله عز وجل واكتبوا لنا في التعليقات كل الآراء ويعني التعليقات سوف نستفيد منها من أجل تقديم أفضل خدمة لكم بإذن الله عز وجل معاني الكلمات سريعا كلمة الهائل المراد منها العظيم أو الكبير كلمة يواجه طبعا معناها يقابل يواجه يقابل نواجه يعني نقابله التحديات الصعوبات كلمة استدامة معناها استمرار أو استمرارية استمرارية كلمة مستدامة مستمرة وتأتي الكلمة دامة بمعنى استمر دوما باستمرار عندما نقول داوم على كذا يعني وازو واستمر بإذن كل هذه مشتقات كلمة يتخلف معناها يتأخذ كلمة الركب معناها للجماعة أو المراد هنا التطور العالمي حافة يعني طرف وكلمة اتخاذ اعتماد أو تقرير الإغاثة هي المساعدة والإعانة وتحديدا المساعدة العاجلة السريعة تجنب بمعنى ابتعد عن خليبك دفع لأمر تجنب دفع لأمر مش تجنب طيب تبذير بمعنى إصراف إحراز إحراز تقدم إحراز بمعنى تحقيق أو نيلة أو حصول الهدر كمة هدر معناها تضيع أو إضاعة الندرة هي القلة شيء نادر يعني قليل الجائر معناها الظالم ولكن تحديدا المعنى يعني المناسب هنا نقول المجاوز للحد أو الكثير الصيد الجائر يعني صيد للكثير الذي جاوز الحد رئيسا جاوز الحد المعقول يعني رئيسا معناها رئيسا معناها أساسيا هذا الأمر الرئيسي يعني أساسي العقبات هي الصعوبات ننتقل إلى الكلمة والمضاد كلمة يواجه يواجه طبعا عكسها إيه يستسلم كلمة يواجه عكسها يستسلم طيب عكس المواجهة أنا قلنا يواجه أنه يقابل فيها شجاعة كده العكس هي بقى الاستسلام استدامة طبعا مضاد المضاد هي بقى انقطاع لأن الاستدامة يعني الاستمراري يتخلف عكسها يدرك أو يلحق حافة طبعا هنا بفتح الفائل المخففة خلاص حافة بعكسها مركز أو منتصف الحافة احنا الطرف طرف خلاص الطرف ده يبقى دي ايه حافة طيب العكسي بل مركز أو المنتصف في الوسط يعني اتخاذ المضاد الغاء وتعطيل كلمة عميق اللي هي الجذري بشكل جذري يبقى إذن المضاد ايه سطحي الجذري في الجزور تحت إنما العكس بقى سطحي فوق تجنب المضاد اقترب تبذير المضاد تقطير وتوفير تقطير اللي هو برضو يعني زي البخل كده خلاص أو الاقتصاد بعد ذلك احراز المضاد اخفاق وفقدان وإضاعة فقدان أو فقدان بالضم أو بالكسر كلمة هدر المضاد حفظ ونضرة المضاد وفرة وكثرة الجائر عكسها العادل يعني بما أنه كان بيقول هنا إن هو كلمة الجائر معناها الظالم إبقى إذن المضاد تبقى العادل كلمة رئيسا المضاد ثانويا فيه شكل بشكل رئيسي أساسي إبقى إذن عكسه ثانوي اللي هو غير الرئيسي الرئيسي طيب بعد ذلك المفرد والجمع كلمة العالم جمعها العوالم بالكسر وطبعا العالم بالفتح منظمة منظمات ركب أركب وركوب طيب حافة الجمع حافات كلمة الإغاثة جمعها الإغاثات الطاقة الطاقات وكلمة سطح سطوح البحر أبحر وبحور وأيضا بحار كلمة كوكب جمعها كواكب أرض أراض وأراضون أو أرضون بالفتح والسكون أيضا دورا أدوار شجرة أشجار وشجرات الجمع والمفرد ننتقل الجمع والمفرد كلمة التحديات المفرد الأمم الأمة أهداف هدف إجراءات إجراء مناطق منطقة مياه مياه مفاش ههبس هاء وليست المفرد الماء أجهزة جهاز مصابيح مصباح قارات قارة موارد مورد لوائح لائحة وأكياس كيس واختاماً نصل إلى ملخص للدرس في السؤال وجواب ما المقصود بالتنمية المستدامة هي مجموعة أنشطة تشمل كافة القطاعات سواء في الدولة أو في المعظمات أو مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص وحتى لدى الأفراد أيضاً ويكون ذلك عن طريق دراسة الماضي والتعلم من تجاربه هذا بالنسبة الماضي طيب وفهم الواقع وتغييره نحو الأفضل طيب بنسبة المستقبل التقطيط الجيد له والاستغلال الأمثل للموارد والطاقات البشرية والمادية طبعاً الكلمة دا مش موجود بالنص في الدرس ما اسم المنظمة الدولية التي تسعى لمواجهة التحديات العالمية هي منظمة الأمم المتحدة متى أنشأت هذه المنظمة عام 1945 تتكون من 193 دولة خلاص عضواً من بينها مصر هي عضو في هذه المنظمة طيب معلومات مهمة ما الهدف من هذه الخطة التي وضعتها المنظمة تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع ما عدد أهدف التنمية المستدامة 17 هدف كيف يمكننا أن قضية تماماً على الجوع عن طريق اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير الغذاء والإغاثة والإعانة للإنسانية للمناطق الأكثر عرضة للخطر كذلك القيام بتغيير عميق وجذري لنظام الغذاء والزراع العالمي كذلك علينا تجنب رامي الطعام كل التفاصيل ذكرنا في الشرح ما المناطق الأكثر افتكاراً للخدمات الأساسية كميها الشرب النظيفة والنظافة الصحية طبعاً المناطق الريفية كيف نسهم في توفير الطاقة عن طريق استخدام الأجهزة والمصابيح الموفرة للطاقة وأيضاً ذات الكفاءة العالية يبعد شرطية يؤثر التغير المناخي على جميع الدول في القارة كلها حيث يعمل على تعطيل الاقتصادات الوطنية يؤثر على الحياة بأكملها تتغير بالتالي أنماط الطقس تتغير أنماط ويعني حالات الطقس حالة الطقس تتغير وكذلك ترتفع مستويات تأسطح البحر وتصبح الأحداث الجوية أكثر أي حدة إذن مواجبنا تجاه المناطق البحرية المحمية ولماذا في طبعاً محمية بموجب القانون يجب علينا تزويدها بالمواجد الكافية ووضع اللوائح اللازمة للقوانين والتشريعات للحد والتقليل من الصيد الجائر والتلوث البحري لماذا يشكل التصحر وإزالة الغابات تحديات كبيرة للتنمية المستدامة بسبب الأنشطة البشرية وأيضاً بسبب تغير المناخ كيف نواجه التحديات التي يمر بها العالم عن طريق اتحادنا معاً جنب الإناء إلى جنب والنهوض بعالمنا والتصدي للعقبات والصعوبات معاً نحو عالم أفضل الفيديو القادم بإذن الله هو عبارة عن حل هذه الأنشطة والتدريبات حل الأنشطة والتدريبات وكذلك الأنشطة التالية وهي الخاصة بالأسئلة يعني اللي هي متحددة المحتوى وكذلك النوع الثالث كما تعودتم حل أسئلة اختبر نفسك بأدي ثلاث أدماع من الأسئلة نكون بحلها في الفيديو القادم في النهاية أتمنى أن تكونوا استفدتم يعني اكتبوا لنا أي تعليق أي كلمة طيبة لا تنسى الإعجاب والمشاركة وكذلك الاشتراك في القناة أمر ضروري سهل بالنسبة لك لكنه يعني أمر مهم بالنسبة لنا لا تبخل علينا اعمل إعجاب ومشاركة وعرف الناس طبعا بالقناة يعني صدقة جارية وعلم ينتفع به بإذن الله نقدم لكم هذا المحتوى الهادف هذا محتوى هادف بالعكس تجد الكثير من الناس يعني بيعملوا إعجاب ومشاركة لأشياء ليست هادفة ليست مهمة وينشرون يعني التفاهات على الإنترنت بعد رحيلنا شكرا لكم جميعا أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته